مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع خلال أيام هذا الأسبوع تنحسر الكتلة الهوائية الحارة التي أثرت على المملكة خلال أيام الماضية وبالتالي بتتأثر المملكة بكتلة هوائية معتدلة الحرارة والرطوبة والأجواء ما بين صيفية معتدلة إلى صيفية عادية طوال أيام الأسبوع بإذن الله مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نبدأ باستعراض الأحوال الجوية نبدأ من يوم الأحد انخفاض واضح وملموس على درجة الحرارة أجواء صيفية معتدلة أثناء النهار صيفية لطيفة ليلا المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 29 وصورة 19 المناطق أو المرتفعات الوسطى العظمى ما بين 27 إلى 18 أيضا في المناطق الشمالية أجواء غائمة جزئيا في فرصة لبعض الأمطار المتفرقة أحيانا أيضا أيضا تظهر السحب على المرتفعات الوسطى وبتخاصة مرتفعات البلقاء وأيضا مرتفعات عجلون وبتكون العظمى ما بين 27 إلى 29 في المرتفعات الوسطى والعظمى 18 أما الأغوار والبحر الميت أجواء حارة نسبيا 37 إلى 25 درجة مئوية والمرتفعات الجنوبية 25 العظمى والصورة 17 العقبة الأجواء حارة 39 و26 والبادية الجنوبية الشرقية 31 و20 والبادية الشرقية حارة نسبيا 35 إلى 18 درجة مئوية يوم الاثنين يوم الاثنين إن شاء الله أيضا تبقى الأجواء معتدلة صيفية معتدلة نهارا صيفية لطيفة ليلا في المناطق الشمالية 29 و21 والمناطق الوسطى العظمى ما بين 27 إلى 29 والصورة 21 المرتفعات الجنوبية 27 إلى 20 والأغوار البحر الميت أجواء حارة 38 و39 العظمى والصورة بحدود 28 درجة مئوية العقبة أجواء حارة 40 و30 والمنطقة الجنوبية الشرقية 30 و21 والمنطقة الشرقية أو البادية الشرقية حارة نسبيا 34 إلى 19 درجة مئوية يوم الثلاثة في ارتفاع قليل على درجات الحرارة تصبح درجات الحرارة قريبة من معدلاتها أجواء صيفية عادية نهارا لكنها صيفية معتدلة إلى لطيفة ليلا الإربد والمرتفعات المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 33 وصورة 21 المنطقة أو المرتفعات الوسطى ما بين 30 إلى 32 العظمى والصورة بحدود 22 المرتفعات الجنوبية العظمى 30 و31 والصورة 19 الأغوار البحر الميت 39 و40 العظمى والصورة بحدود 27 درجة مئوية أجواء حارة وأيضا العقبة أجواء حارة العظمى 41 وصورة 28 البادية الجنوبية الشرقية حارة نسبيا 34 و21 والبادية الشرقية حارة نسبيا 36 و21 درجة مئوية يوم الأربعاء انخفاض مرة أخرى على درجات الحرارة أجواء ما بين صيفية معتدلة إلى صيفية عادية في النهار وأيضا صيفية لطيفة ليلا المناطق الشمالية 32 و19 والمرتفعات الوسطى ما بين 29 إلى 30 العظمى والصورة 18 المرتفعات الجنوبية العظمى 27 والصورة 17 الأغوار البحر الميت العظمى 37 و38 والصورة بحدود 26 درجة مئوية العقبة حارة 39 و26 البادية الجنوبية الشرقية 33 إلى 20 والبادية الشرقية حارة نسبيا 35 إلى 20 درجة مئوية يوم الخميس أيضا أجواء ما بين صيفية معتدلة إلى صيفية عادية في النهار صيفية لطيفة في الليل المناطق الشمالية 30 العظمى وصورة 19 المرتفعات الوسطى ما بين 28 إلى 30 العظمى والصورة 19 المرتفعات الجنوبية ما بين 25 إلى 27 العظمى والصورة 17 الأغوار والبحر الميت بحدود 36 و37 العظمى والصورة بحدود 25 درجة مئوية وأجواء حارة نسبيا العقبة حارة نسبيا 37 إلى 26 والبادية الجنوبية الشرقية 30 و21 والبادية الشرقية 34 إلى 21 درجة مئوية يوم الجمعة ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن تكون الأجواء صيفية عادية في النهار صيفية معتدلة بالليل المرتفعات المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 32 والصورة 19 المرتفعات الوسطى ما بين 31 العظمى المتوقعة 32 والصورة بحدود 20 المرتفعات الجنوبية العظمى المتوقعة ما بين 26 إلى 28 والصورة 17 الأغوار البحر الميت 37 و38 العظمى والصورة 26 درجة مئوية العقبة أجواء حارة نسبيا إلى حارة 38 إلى 25 والبادية الجنوبية الشرقية 32 و21 والبادية الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة 37 إلى 22 درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في يوم لله ورعاية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر